تعزيزات عسكرية سعودية إلى محافظة أبيان على مدى يومين تلقت القوات الحكومية في المحافظة دفعتين من هذه التعزيزات تشمل سيارات عسكرية مسلحة ومدرعات جميعها جاء من المعسكر الرئيس للقوات السعودية في البريقة الواقع إلى الغرب من محافظة عدن اعترضت وحدات من لواء الصاعق التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمرابط في منطقة العرقوب بمحافظة أبيان الدفعة الثانية من هذه التعزيزات لكن اتصالات أجرها قائد القوات السعودية في عدن نجحت على ما يبدو في إقناع قوات الانتقال بالسماح للتعزيزات بالوصول إلى غايتها النهائية في الغرب من مديرية لودر حيث يتواجد معسكر الأماجد الموالي للقوات السعودية مصادر محلية تحدثت عن حالة من الاستنفار والتوتر الذين يسودان مناطق التماس في محافظة أبيان حيث سجل انتشار واسع للقوات التابعة للمجلس الانتقالي في المداخل الرئيسية التي يخشى الانفصاليون من إمكانية أن تمر من خلالها القوات الحكومية في طريق سيرها المتوقع للعاصمة السياسية المؤقتة عدن وجهة نظر تسودان المشهد المتوتر في أبيان الأولى تتبنىها القوات الحكومية المدعومة سعودياً وتفيد بأن الخطة تقضي بتحريك جبهة ثرام كيراس بهدف تطهير المنطقتين الاستراتيجيتين من تواجد الميليشيا الانقلابية الحوثية لكن القوات المدعومة إماراتياً تتبنى وجهة نظر مناقضة تماماً إذ تبدي مخاوفها من أن هذه التعزيزات إنما تستهدف تقوية الموقف العسكري للقوات الحكومية في مناطق التماس في محافظة أبيان بما يسمح بتشكيل قوة ضغط عسكرية كافية لحمل الانفصاليين المدعومين إماراتياً من القبول بتنفيذ اتفاق الرياض الذي يظهرون ممانعة قوية من تنفيذ حتى هذه اللحظة تتبنى السعودية في تعاطيها مع التحدي الذي بات يمثله المجلس الانتقالي وقواته المدعومة من الإمارات نهجاً تمزج فيه المهادنة مع تغيير تدريجي لكنه فعال في الوقائع العسكرية والجيوسياسية يرتكز بنظر المراقبين على الدور الذي يمكن أن تنهض به قوات قريبة منها في التعامل مع التحديات العسكرية والأمنية الماثلة في جنوب البلاد يأتي ذلك فيما يعيش المجلس الانتقالي اختباراً حقيقياً فيما إذا كان سيتفاعل مع المهمة العسكرية المعلنة للواء الأماجد والتي يفترض أنها ترمي إلى طرد الحوثيين من آخر المناطق التابعة لمحافظة أبيان ترجمة نانسي قنقر